الأعجب من هذا أنه لاحظ الهجوم كله على الكتاب المقدس ما فيش أي كتاب تاني عم بعيروه أي انتباه لأنه فعلاً هذا الكتاب هو اللي بيفضح الظلمة أو حتى نظريات المتشككين والملحدين ولسيما في سفر التكوين، سفر البدايات الكون، النجوم، القمر، الكواكب بأصل الإنسان كله، بيعالج الكتاب مش عم بيتطرقوا لأي كتاب ولا معطينه أي انتباه أو أي إعارة لأنه مش عم بشكل عليهم خطر لكن هذا الكتاب بشكل خطر على الملحدين والوجديين وأصحاب النظريات العلمية المختلفة اللي بتحارب الكتاب المقدس تعرف يا أسيس نزار بتحضرني الآية الموجودة في كرة الستانية أصحح أربعة وعدد أربعة كلم عن إبليس نعم واتكلم عن الناس يقول الذين فيهم إلهة الضهر الناس الغير مؤمنين الناس الذين لا يؤمنون بالكتاب المقدس الذين فيهم جواهم إلهة الضهر الذي هو إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله المسيح الذي هو صورة الله معلن في الإنجيل إبليس أعمى الأذهان لألا تضيء لهم إنارة هذا الإنجيل وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل بواسطة الإنجيل عشان كده النور موجود عندك عزيزي المجاهد في إيدك من خلال كلمة الله من خلال كلمة الله